السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله طلاب الأعزاء طلاب مدارس كيفة الله في مادة التربية الإسلامية الجزء الثاني الصف السابع طلاب الأعزاء درتنا اليوم من دروس مادة التربية الإسلامية تعلق بسيرة أحد الصحابة الكرام وهو الصحابة الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه طبعا أبو ذر الغفاري هو من كبار الصحابة الذين سبقوا إلى الإسلام وكانوا من السابقين إلى الإسلام وهو من قبيلة غفار وهي إحدى القبائل أو قبائل بني كنانة وهي إحدى القبائل التي كانت أيضا تسكن بين مكة والمدينة كان قوم أبو ذر الغفاري يعبدون الأصمام حالهم كحال مشركي قريش إلا أن هذا الصحابي الجليل كانت لديه فطرة سليمة فمنعته هذه الفطرة أن يسجد للصنم وهذا يدل على سلامة الفطرة فهذا الرجل لم يسجد لصنم لأنه كان يعلم أن هذا الصنم لا ينفع ولا يضر وأن الله صحابه وتعالى هو الخالق هو الذي يستحق العبادة فكيف نعبد صنم لا ينفع ولا يضر ولا يستطيع حتى حماية نفسه قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها إذن كل إنسان فينا يولد على الفطرة يحتاج إله يؤمن بوجود إله خالق عظيم لهذا الكون يجب علينا أن نتوجه له في العبادة البطاقة التعريفية لهذا الصحابي طبعا اسمه جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه أمه رملة الغفارية رضي الله عنها أيضا هي من نفس قبيلة والده توفي في سنة 32 للهجرة في منطقة الربذة ودفن فيها الآن قصة إسلام هذا الصحابي الجليل طبعا أول شيء بديكم تعرفوا طلاب الأحبة يعني من المعلومات الإثرائية عن هذا الصحابي كان أبو ذر الغفاري قبل الإسلام يقطع الطريق قبل الإسلام وكان شديد الشجاعة ولكنه عندما سمع خبر الإسلام أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا في مكة المكرمة وبسبب نور الإسلام الذي قذف في قلبه طبعا أسلم ولكن قبل أن يتوجه إلى مكة المكرمة الآن سمع عن خبر الإسلام فأمر أبو ذر الغفاري أخا له أن يذهب ويأتي بعلم أو بخبر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فأرسل أخاه ليتأكد من صحة نبوة هذا النبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له اركب إلى هذا الوادي فعلم لي علم هذا الرجل إذن أبو ذر الغفاري أرسل أخوه أو أخاه إلى قريش ليأتي بخبر هذا النبي يتأكد من صحة هذا الخبر وعندما عاد إليه أخبره بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء إلا ليتم مكارم الأخلاق إلا أن الإجابة التي جاء بها أخوه لم تشفي غليله فأراد أن يتأكد هذا الصحابي الجليل بنفسه من خبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي عرض عليه الإسلام فأسلم هذا الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري طبعا سمع قلنا بخبر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام طبعا بسبب فطرة السليمة كما قلنا دخل مكة المكرمة وهو متخفيا يتسمع إلى أخبار أهلها حتى وجد النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام جالسا فاقترب من النبي عليه الصلاة والسلام وقال له نعمت صباحا يا أخ العرب هذا الكلام الذي قاله أبو ذر للنبي عليه الصلاة والسلام فأجاب الرسول عليه الصلاة والسلام وعليك السلام يا أخاه قال أبو ذر اقرأ علي أي اقرأ يعني اسمعني من القرآن فقرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من القرآن وكان أبو ذر يصغي أن يحسن الاستماع للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يمضي وقت طويل حتى أعلن إسلامه وشهد بالشهادتين أمام النبي عليه الصلاة والسلام ونلاحظ أن هذا الصحابي أبو ذر الغفار هو أول من حياه النبي عليه الصلاة والسلام بتحية الإسلام عندما قال له وعليك السلام هو قال للنبي نعمت صباحا يا أخ العرب فرد عليه النبي وعليك السلام يا أخاه إذن هو أول من حياه النبي عليه الصلاة والسلام بتحية الإسلام نحفظ هذا الصحابي اسمه أبو ذر الغفاري الآن خلينا ننتقل إلى مناقشة بعض المواقف المشرقة من حياة أبو ذر الغفاري طبعا أبو ذر الغفاري طلاب الأعزاء أول من جهر بإسلامه عند الكعبة قلنا قبل قليل أو من سرد سيرة هذا الصحابي قلنا هو كان يتصف بالشجاعة كان شجاع جدا قال له النبي عليه الصلاة والسلام عندما أعلن إسلامه ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري فرجع أبو ذر الغفاري مستجيبا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قومه بني غفار فرجع إليهم ولكنه عندما رجع إليهم أمام قريش عفوا أمام طبعا قبيلة قبل أن يرجع إلى قبيلة جهر بالشهادتين أمام قريش عند الكعبة مرتين نطق بالشهادتين مرتين فقاموا إليه فضربوه يعني أساء لهذا الصحابي الجليل لماذا لأنه أعلن إسلامه فأنقذه العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام من مشركي قريش ثم عاد إلى قومه طبعا عندما عاد إلى قومه لم يجلس في بيته مكتوف اليدين لكنه أخذ ينشر الدعوة الإسلامية بين قبيلة غفار إذن هذا يدل على أول موقف أول من جهر بإسلامه عند الكعبة قلنا هذا الموقف يدل على شجاعته الموقف الثاني الذي يدل على شجاعة أبو ذر الغفاري وموقف أيضا مشرق من مواقف أبو ذر كان حريصا على إظهار الحق قلنا شجاع فالشجاع لا يخشى شيء إنما يسعى إلى إظهار الحق دائما فكان صادقا في نصحه كان مخلصا الآن عندما ذهب أبو ذر الغفاري قلنا ذهب إلى قبيلة دعا قومه إلى الإمام بالله سبحانه وتعالى ولم يجلس في بيته فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه حبا كثيرا وقد وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر طبعا أصدق وأوفى هذا الصحابي هذا الوصف من النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذا الصحابي يتصف بالصدق والوفاء كان صادقا كان وفيا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقد كان متواضعا أيضا من صفات هذا الصحابي متواضعا كان يحب الفقراء والمساكين ويساعدهم إذن هذه من صفاته أيضا كان يسير في تلبية حاجات الفقراء وينفق عليهم من ماله فهذه هي صفات الصحابة الكرام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن المواقف أيضا المشرقة أنه كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى للعلم منه فكان يتصف بغزارة العلم حصل أبو ذر الغفاري على كثير من العلم كان يتصف بغزارة العلم كان يحفظ الأحاديث النبوية الشريفة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويحفظ الأحكام وكان إذن سبب غزارة علمه نقول عندما سئل عن سبب غزارة علمه أو سئل الصحابة عن سبب غزارة علم هذا الصحابي الجليل وكثرت علمه وكثرت حفظه للأحاديث وأحكام الدين فكانت بسبب لباقة في السؤال كان هذا الرجل هذا الصحابي يحصل على الأسئلة أو يحصل على إجابات من النبي عليه الصلاة والسلام على كثير من الأحكام بسبب لباقة في السؤال فكان يحترم النبي عليه الصلاة والسلام وكان لبقا معه في السؤال حتى قال عنه علي بن أبي طالب يصفه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعى أبو ذر علما عجز الناس عنه ما سبب غزارة علم هذا الصحابي الجليل نقول بسبب لباقة في السؤال كان من غير تكلف لكنه كان لبقا في السؤال يحترم العالم أو يحترم النبي عليه الصلاة والسلام ويحصل على العلم والأسئلة بكثرت أسئلته طبعا بأسلوبه اللبق نقول كيف استفاد أبو ذر من علم النبي عليه الصلاة والسلام قلنا بسبب لباقة في السؤال وحب للعلم والإقبال عليه أيضا من المواقف المشرفة طلاب الأحباء لأبو ذر الغفاري كان له دور كبير قلنا في الدعوة كما قلنا في نقطة سابقة ذكرت لكم أنه عندما عاد إلى قبيلته دعاهم إلى الإسلام حتى أسلمت قبيلة غفار وقبيلة أسلم أيضا قبيلتين أسلموا دعاهم إلى الإسلام فاستجابوا له ودخلوا جميعهم في الإسلام فهذا يدل على إخلاصه في الدعوة وصدقه في النصح فلم يترك بيت من قبيلة غفار أو أسلم إلا ودخل إليها الإسلام بفضل أبو ذر الغفاري وأيضا في يوم بدر أقبل أبو ذر الغفاري مهاجرا ومعه قبيلتي غفار وأسلم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان صوتهم يصدح بالتكبير عندما وصلوا للنبي عليه الصلاة والسلام يقفون معه فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان منه إلا أن سر بقدوم أبو ذر الغفاري وقبيلتي غفار وأسلم عندما جاءوا لمناهضة النبي عليه الصلاة والسلام لدعم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المعركة فقال عنهم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله إذن هذا رد النبي عليه الصلاة والسلام على قدوم أبو ذر الغفاري مع قبيلتي أسلم وغفار في يوم بدر أنا كمسلم أقتدي بهذا الصحابي الجليل أحبه وأحرص على العلم وأحرص أيضا على لباقته في السؤال أحرص على تقليد هذا الصحابي الجليل فأحب العلم وأحرص عليه وأكون لبقا في السؤال أيضا أحب الفقراء والمساكين وأساعدهم اقتداءا بالصحابة وأكون متواضعا زاهدا وأتصف أيضا بالشجاع هكذا طلاب الأحباء نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس لننتقل الآن إلى الأسئلة بإذن الله هذه طلاب الأعزاء طلاب الصف السابع هذه أسئلة أو إجابات أسئلة الدرس الإجابات النموذجية للدرس أبو ذر الغفاري الأسئلة أمامكم وأيضا الأنشطة نرجو من الله طلاب الأحبة أن نكون قد وفقنا في إيصال المعلومات لكم سهلة ميسرة بإذن الله نستودعكم الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع ودائع على أمل اللقاء بكم في درس قادم من دروس مادة التربية الإسلامية للصف السابع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته